طيب هنروح لبطولة العالم لسكواش طبعا انتم عارفين بطولة العالم لسكواش فيه مجموعة عارفتش السافر عشان تأشيرات امريكا منهم مصطفى عسل ولكن فيه مجموعة بتلعب هناك من ضمنهم نادين شهين نادين شهين لعبت منتخبنا الوطني لسكواش ولعبت النادي الاهلي ايضا هتلاعب النيوزولندية جولي كينج بثم من النهائي بطولة العالم واللي بتتلاعب دلوقتي في مدينة شيكاغو الامريكية في الفترة من 14-22 يوليو الحالي والمجموعة الجوائز البطولة دي مليون وخمسمائة الف دولار كام يا هيسم مليون وخمسمائة الف دولار رسكواش اه يعني بتكلم على الولاد والبنات مش ولاد بس عشان ما تقولش انا بقوله حاجات غلط مليون ولاد مليون دولار وخمسمائة الف دولار للبنات مجموعهم خمسمائة خمسمائة مليون انا قاسم مليون دولار خمسمائة ولاد وخمسمائة بنات نادين وصلت للدور ده بعد ما كسب دور الـ 32 وثلاثين بطلة ماليزيا بنتيجة تلاتة واحد وللأسف احنا كان عندنا يوسف سليمان مشاري وكان عندنا سنة ابراهيم مشاركين بس ما حلفهمش الحظ ان هم يعني يتأهلوا طيب خلينا اقول لكم انه يوسف سليمان كان حصل له برضو موقف يوسف سليمان في البطولة دي اتخبط في بقه واسنانه القصر يعني في جزء من سنانه القصر ومع ذلك كامل المطش وكسر يعني اصد اقول لكم ان حتى ولادنا بيبقى عندهم دافع بقول لكم يعني الصور لو معنا كنا عرضناها لحضراتكم بقوا جايب دم واسنانه مكسورة شايل سنانه ويمكن اجبها لكم كمان ومصطفى عسل معنا شايل سنانه على ايده والدم نازل خرج نشف دمه ومسح ايده وكمل المبره وكسبح ده مين يوسف سليمان يعني اصد اقول لكم انه لعبة النادي الاهلي حتى في كل الععب مشكرت القدم عندهم هدي الروح القتالية طب سنة سنة ابراهيم سنة محمود ابراهيم عندها تسعتاشر سنة لسه صغيرة بتشارك البطولات دي عشان بعد سنة او اتنين تخش في ترتيب العالمي